أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إلا الله مبدليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يدعمه فإنه مني إلا من اغذر فغرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزاه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجلوت وجنوده قال الذين يدنون أنهم ملاكوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وَلَمَّا بَرَزُوا رِجَالُّتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِقْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْكَوْمِ الْكَافِرِينَ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بغضهم ببعد لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعدهم على باد منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح الكدس ولو شاء اللهم اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللهم اقتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفكوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا خلة ولا شفاة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تخو سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤدو خفضهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاقوت ويمند الله فقد استمسك بالعروة الوثقال لا فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاقوت ويخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم نر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرك فاعت بها من المغرب من المغرب فبهد الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على كرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعد قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فاندر إلى طعامك وشرابك لم يتسن واندر إلى حمالك ولنجعلك آية للناس واندر إلى العلم ولنجعلك آية للناس واندر إلى العظام كيف ننشزها ثم نقصوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليضمئنا قلبي قال فاخذ أربعة من الطير فانصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جسعا ثم ادعوهن يأتي قال فاخذ أربعة من الطير فانصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جسعا ثم ادعوهن يأتي إنك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفكون أموالهم في سبيل الله في سبيل الله كمثل حبة أمتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفكون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفكوا من ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يهزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتموها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفك ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه ترابوا ما صده وابلوا فتركه صدا لا يكدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي الكوم الكافرين ومثل الذين ينفكون أموالهم مبتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة من أنفسهم كمثل جنة من ربوة أصبها وابلوا فآتت أكلها دعفين فإن لم نسبها وابل فطل والله بما تعملون بسير أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَذَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ دَتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ اثْتَمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةُ دُعْفَاً فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاخْتَرَكَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّ كُنْتَ تَفَكَّرُونَ